بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وقدوتنا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى خاتم النبيين وصفوة المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا السادس والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم لإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخامس مستهل شهر الله المحرم في مطلع عامنا الهجري السادس والأربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام نتذاكر في هذا المجلس سنته ونتعلم من هديه مستكثرين في هذا المجلس المبارك وليلتنا المباركة من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن موعودون بالأجر العظيم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فأكثروا من صلاتكم وسلامكم على من علمنا طريق الجنة ودلنا إليها أكثروا من الصلاة والسلام على من أمرنا باتباع سنته واقتفاء هديه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كفيف سار خلف محمد فتحت له في صدره عيناني صلوا على غيث القلوب وريها خير الخلائق رحمة الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم نواصل في مجلسنا أيها الكرام ما توقف الحديث عند وليلة الجمعة الماضية في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهم نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم سلم وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال الترمذي حسن غريب وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد وصل الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه وصل العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخارج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده فقال الشافعي كله قبل السلام وقال أبو حنيفة كله بعده قول المصنف رحمه الله فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة وهو خمسة مواضع وقد عددها رحمه الله تعالى كما سمعتم في بداية الفصل ذكر حديث ذي اليدين وذكر حديث زيادة الظهر خمس ركعات وصلاة العصر ثلاث ركعات وذكر حديث نقص ترك التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة وذكر مجموعة ما قال وهو خمسة مواضع وقد كان دقيقاً رحمه الله في تعدادها خمسة لأن المحدثين يحصون الأحاديث التي وردت في سجود السهو بستة أحاديث ولم يهمل السادس رحمه الله لأن الحديث السادس متعلق بالشك في الصلاة الخمسة التي سمعتم فيها ما هو زيادة وفيها ما هو نقص ومن النقص ترك التشهد الأول والجلوس له ومن الزيادة منها ما هو زيادة ركعة كما صلى العصر كما صلى الظهر خمس ومنها ما هو زيادة سلام كما صلى ركعتين ثم سلم ثم أتم ركعتين وصلى العصر ثلاثاً ثم دخل منزله فذكره الناس فزاد ركعة فهنا زيادة سلام بعدما أتم عدد ركعت الصلاة فهذا الذي روي عنه في سهوه صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث أما الشك فلم يقع له عليه الصلاة والسلام كما سينبه مصنف بعد قليل لكن إذا جئنا نعدد أحاديث السهو فإن حديث الشك منها لأنه من أحكام السهو في الصلاة إذا شك لا زاد ولا نقص فالشك أيضاً أحد أسباب سجود السهو لأن أسباب سجود السهو ثلاثة إما زيادة وإما نقص وإما شك فأما الزيادة والنقص فقد جاءت في خمسة حاديث وأما السهو أما الشك فلم يقع له صلى الله عليه وسلم فكلام المصنف رحمه الله بقوله مجموع ما حفظ عنه من سهوه في الصلاة وهو خمسة وقد عددها المصنف رحمه الله اختصاراً وهي على التفصيل حديث أبي هريرة في من شك فلم يدرك كم صلى وفيه أنه سجد سجدتين وحديث أبي سعيد في من شك أيضاً وسيأتي في أنه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أنه قام إلى خامسة صلى الله عليه وسلم وسجد بعد السلام حديث ذي اليدين الذي أشار إليه المصنف من رواية أبي هريرة وله رواية أيضاً عن عمران ابن حسين رضي الله عنهم جميعاً وحديث عبد الله بن بحينة الذي أشار إليه المصنف أيضاً وهو مما ذكر فيه الآئمة أنه من سهوه عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول وأحديث عمران سادسها فهذه الستة إليها ترجع أحديث السهو ومن زاد في ذلك وعدها أكثر كما قال الإمام الفاكه قال جملة الأحاديث الواردة في ذلك ثلاثة عشر حديثاً فإنما ترجع إلى هذه الستة وربما أراد بتعداد الطرق وإلا فهي الستة التي ذكرها العلماء يبقى السؤال الآن بعد ذلك فما موقف الفقهاء من هذه الأحاديث التي وردت فيها أنواع للسهوة في الصلاة يوجز المصنف الآن رحمه الله موقف الفقهاء من هذه الأحاديث وهي باختصار منهم من قال يسجد دائماً قبل السلام ثم إذا وجد الأحاديث التي فيها سجوده بعد السلام أجاب عنها بأنه ربما نسي السجود قبل السلام فجعله بعد السلام وهناك قول آخر يقابله أن السجود كله بعد السلام ويتأول الأحاديث الواردة في السجود قبل السلام وقول ثالث يجعل الأمر تخييراً أن الأحاديث التي وردت وفيها السجود تارة قبل السلام وتارة بعد السلام تحمل على جواز سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام مطلقاً سواء كان السهو زيادة أو نقصاً أو شكاً ويجعلون هذا من باب ما تنوعت السنة بإيراده لبيان الساعة في الأمر وأما المذهب الرابع فهو التفصيل الذي ينظر إلى الأحاديث فيعطي لكل حالة حكمها وهذا صنيع الآئمة الفقهاء رحمهم الله فلما حللوا تلك الروايات وجدوا أن بعض المواضيع التي جاء السجود قبل السلام وبعد السلام مرتبط بنوع السهو فقعدوا لذلك قواعد قالوا إن كان السجود للسهو من أجل الزيادة فيكون بعد السلام وإن كان من أجل النقص فيكون قبل السلام وإن كان من أجل الشك فيفرق بين ما كان شكاً يبني فيه على غلبة الظن وما يبني فيه على اليقين وسيأتيكم الآن كل هذا فيما أوجزه المصنف رحمه الله تعالى ليس المراد في المجلس ولا حتى من صنيع المؤلف رحمه الله الخوض في خلاف الفقهاء والنظر في المذاهب فإن هذا ليس مقصوده رحمه الله وقد صرح في الفصل الذي قبل هذا أن مقصوده ليست الاتساع في عرض الخلاف إنما تحرير الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وبيانوا السنة لكن السنة هنا تعددت فأراد أن يجمل رحمه الله مواقف الآئمة علماء الإسلام فقهائها الأبرار رحمهم الله كيف تعاملوا مع تلك الروايات ونريد ثانياً يا كرام أن نعظم تقديرنا لآئمة الإسلام وفقهائه العظام فإنهم والله أثنوا أعمارهم في تحر السنة وفقه الشريعة والنظر في الروايات والبحث والتمحيص ما كان القصد إلا تعظيماً للوحي وإجلالاً لدين الله وأن يكون حياة المسلمين في فقه عباداتهم أقرب ما تكون إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوعبوا النظر في الأدلة ونظروا في الخلاف وأعملوا كل القواعد الشرعية التي تستنبط بها الأحكام من تلك النصوص الشرعية فهذا ما سيجزه المصنف الآن رحمه الله تعالى أحسن الله أريكم قال رحمه الله فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده وقد تضمن سجوده أي مجموع ما حفظ تضمن سجوده نعم وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده فقال الشافعي كله قبل السلام وقال أبو حنيفة كله بعده هذان مذهبان متقابلة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل سجود لسهو فموضعه قبل السلام لماذا؟ قل لأنه من أعمال الصلاة وأعمال الصلاة متى تنتهي بالسلام فلابد أن تجعله قبل السلام لأنه من أعمال الصلاة يقابله مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيقول كل سجود السهو واقع بعد السلام لماذا بعد السلام؟ قال لأنه زيادة عن أركان الصلاة وواجباتها فلا يكون داخل الصلاة بل يكون بعدها ولكل قول كما ترى وجها وجيها إنما هو صنعة الفقه التي بلغ الله بها أولئك الأئمة الكبار في أعدى مراتبها رحمهم الله تعالى أحسن الله أريكم قال رحمه الله وقال مالك كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام هذا مذهب ثالث مذهب الإمام مالك رحمه الله التفصيل للجمع بين الروايات فإن من الروايات ما فيها السجود قبل السلام وفيها ما هو السجود بعد السلام نظر فإذا بالمواضع التي فيها سجوده صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان بسبب النقص والتي بعد السلام كان بسبب الزيادة فقعد قاعدة رحمه الله فقال كل سجود للسهو كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام وتفسير هذا فقها كما تقدم في القولين السابقين أن الصلاة الناقصة جبرت بماذا بسجود السهو فلأن النقص حصل فيكون السجود قبل السلام داخل الصلاة وأما السهو إن كان زيادة فقد وقعت زيادة في الصلاة فلا تحتمل زيادة أخرى بسجود السهو فتجعل بعد السلام هذا فقه هذا فقه للنصوص ومع ذلك فهو ربط لهذا الفقه والتفصيل بما جاء في الأدلة فلم يبتدعوا من عندهم قولا لكن قالوا هذا نوع من فقه تلك النصوص قال رحمه الله إن كان نقصانا فالسجود قبل السلام وإن كان زيادة فالسجود بعد السلام أكمل وإذا اجتمع قال وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام إذا اجتمع للمصلي في صلاته سهوان أحدهما زيادة والثاني نقص يعني نسي التشهد الأول وقام هذا نقص ثم زاد ركعا في آخر الصلاة حصل عنده زيادة ونقص فلن يسجد مرتين لأن الفقهاء الأربعة متفقون على أنه لو تكرر السهو في الصلاة فلا يسجد إلا مرة واحدة سجدتين خلاف الابن أبي ليلى فيقول لكل سهو سجدتان لكن الذي عليه الكافة أن السهو لو تكرر فيسجد مرة واحدة سجدتين طيب السؤال قبل السلام أو بعد السلام على هذا المذهب الذي يجعل السجود للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام فاجتمع عنده زيادة ونقص قال فيسجدهما قبل السلام تغليبا لجانب النقص وإبقاء للسجود داخل الصلاة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال أبو عمر بن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه يقصد مذهب الإمام مالك رحمه الله والحافظ الإمام ابن عبد البر من فقهاء المالكية وعلى قل الآتي فيما يسوقه المصنف رحمه الله في نقل مذهب مالك وإمام أحمد وداود هو كله مما ينقله عن الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار قال هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه ولو سجد عنده أحد لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك نعم قال لو في قول الإمام مالك ومذهبه رحمه الله لو خالف أحد فكان سهوه نقصا ثم سجد بعد السلام أو بالعكس زيادة فسجد قبل السلام خلافا لما قرره في المذهب قال لم يكن عليه شيء إذن هو كلام في الأفضلية لا في الحتمية ولو سجد قبل أو بعد لأجزأه ذلك قاله من باب ما لو قضى القاضي باجتهاد لأنه لا يغير اجتهاد باجتهاد واجتهاد القاضي في مسألة لا يحاكم إلى اجتهاد غيره لو خالفه فيه فإنه ليس بناء على نص موجب للحكم بل هو اجتهاد والاجتهاد مبناه غلبة الظن قال لاختلاف الآثار المرفوعة واختلاف السلف أيضا في هذه المسائل نعم قال وأما الإمام أحمد فقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو أقبل السلام أم بعده فقال في مواضع قبل السلام فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم من سلم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ومن سلم في ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حسين وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث بن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث بن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف ممتاز الآن هذا النقل عن مذهب الإمام أحمد هو المذهب الرابع ويبدو في ظاهره أنه موافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله لما؟ لأنه فرق في المواضع وأعمل الأحاديث الواردة كلا في بابها فقال جاء السجود قبل السلام في مواضع وبعد السلام في مواضع ثم فصل فقال إن سلم من اثنتين سجد بعد السلام كحديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم من سلم في ثلاث سجد أيضا بعد السلام كحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وإذا كان تحريا يسجد بعد السلام على حديث بن مسعود وإذا كان قياما من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث بن بوحين نزل كل حديث في موضعه هذا ليس مطابقا لمذهب الإمام مالك بل قريب منه جدا وجه الاختلاف في الجملة الآتية طيب ماذا في غير هذه الصور؟ ماذا لو وقع سهو في غير هذه الصور؟ هنا يأتي الاختلاف مذهب داود الظاهر رحمه الله أنه لا يسجد للسهو إلا في هذه الخمسة الصور التي جاءت فيها الأحاديث ولو وقع سهو للمصلي في غيرها فلا سجود وأما الفقهاء فيقولون لا المسألة ليست اقتصارا على تلك المواضع الخمسة بل الفقه تقعيد واستخراج لإحكام تلك المواضع لإجرائها على ما سواها فما عدا هذه المواضع؟ قال الأثرم قلت لأحمد قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته خلاص هذا هو الجواب عند الإمام أحمد غير هذه المواضع الخمسة التي وردت فيها الأحاديث يكون السجود قبل السلام وهنا الاختلاف لأنه على طريقة مذهب الإمام مالك رحمه الله ليس هكذا بل يعاد بها إلى القاعدة إن كان نقصا فقبل السلام وإن كان زيادة فبعد السلام قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام يعني على طريقة مذهب الإمام الشافع رحمه الله قال لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام هذه الخلاصة في مذهب الإمام أحمد كل سهو ورد في السنة في صورة أنه يسجد بعد السلام يسجد بعد السلام اتباعا للسنة وما عداها فيكون قبل السلام لأنه الأقعد وفقها فإنه جبر لخلل وقع في الصلاة فينبغي أن يكون داخل الصلاة وقبل الخروج منها بالسلام نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله وقال داود لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ما نقله المصنف رحمه الله عن الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إذن خلاصة ذلك خمسة مذاهب كما سمعت الشافع رحمه الله كل السجود قبل السلام أبو حنيفة رحمه الله كل سجود السهو بعد السلام مارك رحمه الله إن كان السهو نقصا فقبل السلام وإن كان زيادة فبعد السلام الإمام أحمد رحمه الله ينزل الأحاديث في مواضعها وما عداه فالسجود يكون قبل السلام داود الظاهر رحمه الله لا سجود إلا في المواضع التي وردت فيها السنة إيش يعني؟ يعني إما أن تنقص ركعتين وتسلم أو تترك التشهو أو تصلي ثلاثا وتسلم أو تزيد خامسا غير هذا لا يسجد لسهو لما؟ لأن السنة وردت به ولا يزاد عليه ولهذا فإن جملة خلاف الفقهاء رحمهم الله يا كرام هو دوران حول تلك النصوص فإذن ممكن أن تقسمها ابتداء إلى قسمين فمنهم من قال لا سجود للسهو إلا في المواضع التي وردت ولا يجوز القياس عليها وهذا مذهب الظاهرية وهو نسبه للإمام داود رحمه الله والإمام أحمد يوافقه في الصلوات المذكورة يعني التي وردت فيها النص يوقف فيها على النص وخالفه فيما وراءها وبقية الفقهاء قاسوا على هذه الأحاديث كل المواضع على المذاهب التي سمعتم فمنهم من قال هو مخير في كل سهو إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام ولم يذكر المصنف رحمه الله هذا المذهب لأنه قول لبعض الفقهاء وليس مذهبا مستقلا إنما هو مذهب وجيه أنه على التخير قال ومنهم من قال قال كقول يبي حنيفة رحمه الله الأصل في سجود السهو كله بعد السلام ويتأول البقية الأحاديث عليه وقال الإمام الشافع رحمه الله كل سجود السهو قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه قال الإمام مالك رحمه الله إن كان السهو زيادة فبعد السلام وإلا فقبله قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الخلاف الثري بين الفقهاء رحمهم الله في مساء سجود السهو في الصلاة قال وأقوى المذاهب مذهب مالك ثم مذهب الشافعي وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخير قال وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان سهو بزيادة وسهو بنقصان سجد قبل السلام قال الإمام القاضي عيام وجماعة أيضا من المالكية ولا خلافة بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته قال وإنما اختلافهم في الأفضل فإذن لا حرج ثبتت السنة بذلك فلو صلى مصلي ووقع له سهو ثم جلس يفكر في صلاته أسجد قبل السلام أو بعد السلام وكان قد درس المسألة قبله في المدرسة لكنه نسيها في الصلاة أو يذكر أنه حضر فيها مجلس الليلة الجمعة في المسجد الحرام وسمع المسألة لكنه لما وقع له السهو نسيه وأصابه ذهول فحاول أن يقع أن يفعل شيئا موافقا للصواب ويفعل فعلا صحيحا فهذا قول العلماء رحمهم الله لا حرج إن سجد قبل السلام أو بعد السلام وأيضا إذا كنت مأموما في مسجد وأنت فقيه في المسألة ودرستها وعرفت حكمها فوجدت إمامك خالف ما تراه صوابا كان ينبغي أن يسجد قبل السلام فسجد بعد أو كان ينبغي أن يسجد بعد السلام فسجد قبل فلا تشوش عليه فإذا انتهت الصلاة لك أن تكلمه على انفراد بأن أقرب إلى السنة كذا وكذا لكن لا تقول له أمام جماعة المصليين أخطأت وكان ينبغي أن تسجد قبل السلام فلماذا سجدت بعد أو كان ينبغي أن تسجد بعد فلماذا جعلته قبل الأمر هنا في الأفضلية وإلا من حيث الجواز فكل صحيح جائز إن شاء الله تعالى والله أعلم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام الشك في الصلاة لم يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقع له زيادة ووقع له نقص لم يقع له الشك ومع ذلك بيّن لنا حكمه عليه الصلاة والسلام نعم قال فقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري كيف يعني يعني أنت في صلاته وأنت قائم من السجود إلى الركعة التالية شككت هذه الثالثة أو الثانية ثم حاولت أن تتذكر هل جلست للتشهد فلم تتذكر شيئا كل مصل يا كرام يشك في صلاته لا يخرج عن حالي إما أنه يحاول أن يتذكر ليصل إلى الصواب أو لا يدرك شيئا فإن حاول التذكر ووصل إلى شيء يظن أنه هو الصحيح بالنسبة إليه يقال له شك وتحرّى ما معنى التحرّى أنه جلس يبحث ويتذكر ويتحرّى هل هو الآن في الركعة الثانية أو الثالثة في الثالثة أو الرابعة إذن هو تحرّى ثم تذكر شيئا فأخذ به نقول هنا شك مع التحرّي الحال الثانية جلس يفكر وظل يتذكر لكنه ما وصل إلى شيء فعندئذ لم يقف معلقا عليه أن يكمل صلاته فماذا سيفعل يبني على اليقين كيف يعني يبني على اليقين أنت الآن تشك هل الركعة الثالثة التي تقوم إليها هي الثالثة أو الرابعة تبني على اليقين أن تجعلها الثالثة وتزيد رابعة وهذه قاعدة عند الفقهاء الشك في العدد يكون بالبناء على الأقل والشك في الفعل يكون بالبناء على العدم يعني شككت فعلت أو ما فعلت ما اليقين أنك ما فعلت احتياطا لتفعل شككت في العدد طفت بالبيت ولا تدري هذا الشغط الخامس أو السادس حاولت أن تتذكر ما اهتديت إلى شيء ما اليقين الخامس وتزيد سادسا وسابعا رميت حص الجمارات وفي يدك كومة من الحصة فأنت تعد ثم شككت هذه الحصات الرابعة أو الخامسة ما اليقين هكذا فالبناء على اليقين لذلك كل شك له حالتان إما أن يتحرى فيبني على التحري ويقال له غلبة ظن وإما أن لا يصد إلى شيء فيلغي ذلك الشك ويبني على اليقين واليقين في العدد هو الأقل إذن صورتان للشك وكلتاهما جاءتا في السنة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حكم هذه الحال وحكم هذه الحال نعم قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك ومتى يرجع إلى اليقين إذا لم يصل بالتحري إلى شيء ولم يصل بالتذكر إلى شيء خلاص يلغي ذلك التفكير ويبني على اليقين نعم قال فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهوية بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور انتهى طيب وسيأتي الآن الحديث التي أشار إليها رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه الشك الذي لا غلب تظن معه ويبني على اليقين حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه الشك مع التحري في الصواب وكلنا كذلك يا كرام أي واحد يشك في صلاته فلا يخرج عن هتين الحالتين ومن سبل التذكر أن يتذكر المصلي هل هذه الركعة الثانية أو الثالثة يتذكر أنا جلست للتشهد أو ما جلست ثم يغلب على ظن أنه جلس للتشهد فيجعلها قرينة أنها الركعة الثانية وقام إلى الثالثة وليس العكس أو كانت صلاة جهرية فيتذكر أنه جهر في الركعة السابقة إذن هذه الثالثة وليست الثانية وهكذا من سبل التحري فإن لم يهتدي إلى شيء بنى على اليقين كما تقدم ومن لطيف ما يذكر أن جماعة في المسجد سهى إمامهم فلما سلم قالت طائفة صلاتك ناقصة وقالت أخرى بل تام فقال آخرون لا صليت ثلاثة وجزم آخرون بأنها أربعة وتماروا في المسجد فقام أحدهم وجزم بأن إمامهم قد صلى ثلاث ركعات وبقيت رابعة قالوا كيف تجزب؟ قالنا في كل ركعة في الصلاة أتذكر دكانا لي أمر عليه وأحاسب صاحبه وقد رجعت ثلاثة دكاكين وبقي واحد فغبنا على ذلك أنه يقينا ما صلى إلا ثلاث ركعات وهذا مما ينجح فيه الشيطان والله المستعان أحسن الله عليكم قال رحمه الله أما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسجد ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم قال فليطرح الشك وليبني على مستيقا وليسجد قبل أن يسلم إذن حدد في هذا الحديث أن موضع السجود متى؟ قبل السلام وهو نبين قال فليطرح الشك وليبني على مستيقا إذن فمن شك وبنى على اليقين بأن أخذ بالأقل في العدد يجعل سجوده قبل السلام نعم وأما حديث ابن مسعود ألا وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين إذن قال إذا شك فليتحر الصواب قلنا هذا التحري ما هو؟ هو أن يغرب على ظنه أحد الاحتمالين الذين يشك فيهما ساجد في الصلاة في الركع الأولى لكن نسي هل هذه السجدة الأولى أو الثانية؟ هل جلس للتشهد أو ما جلس؟ هل هذه الركع الرابعة أو الثالثة؟ قال فليتحر الصواب لما أشار عليه الصلاة والسلام إلى التحري جعل السجودة قال ثم ليسجد سجدتين الرواية هنا ليس فيها موضع السلام هل هو قبل أو بعد؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله وفي لفظ في الصحي ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فجعل صلى الله عليه وسلم السجود بعد السلام إذن فمن كان له شك وتحرى سجد بعد السلام ومن كان له شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام كلا الحديثين حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه قال وفي لفظ وأما حديث ابن مسعود وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين متفق عليهما وفي لفظ في الصحيحين ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وهذا هو الذي قال الإمام أحمد وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام والفرق عنده بين اليقين والتحري أن المصلي إذا كان إماما أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد هذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه ذهب عدد من فقهاء الإمام مذهب الإمام أحمد رحمهم الله إلى التفصيل الذي أشار ليه المصلف وأن اليقين والتحري يكون بحسب حالة المصلي فإن كان إماما يبني على الظن والتحري وإن كان منفردا بنى على اليقين ففرق بين حالة المنفرد وحالة الإمام وجعل هذا هو تحصيل مذهب الإمام أحمد كما قال رحمه الله إن كان إماما بنى على غارب ظنه وهذا هو التحري ويسجد بعد السلام وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام قال بنى على اليقين واليقين كما قلنا هو الأقل في العدد وإن كان في الفعل فهو العدم نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وظاهر نصوصه إنما قال وعنه روايتان أخريان إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا وهي مذهب الشافعي ومالك والأخرى على غالب ظنه مطلقا نعم ثم طريقة أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أو روايات أن الشك ينبغي أن يبنى فيه دوما على اليقين لقوله عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك واليبني على مستيقا هذه طريقة الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك رحم الله الجميع كل من شك فليبني على اليقين كيف يعني يبني على اليقين إن شك فعل أو ما فعل فالأصل العدم وإن شك في العدد فالأصل الأقل اليقين هو الأقل يقول يبني على اليقين وعمدتهم فليجى الطريح الشك واليبني على مستيقا وأما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود فليتحر الصواب أولوه بأنه على معنى البناء على اليقين وأنه ليس حالة أخرى منفصلة لكنها رواية وطريقة عند بعض الفقهاء قال وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي فمع الشك يبني على اليقين الشك يا كرام هو استواء حالتي أو احتمالي بلا ترجيح استواء الاحتمالين بلا ترجيح يسمى شك فعندما تتردد بين أمرين محتملين ولا مرجح ليهديما لأحدهم على الآخر يقال فيه استواء الطرفين وهذه الحالة تسمى شك فإن ترجح أحد الطرفين فالراجح الظن والمرجوح وهم فالشك استواء الحالتين بلا مرجح فإن ترجح أحد الاحتمالين فالكفة الراجحة ظن والمرجوحة وهم فلهذا قالوا في حالة الشك يبني على اليقين لأنه لا مرجح لأحد الاحتمالين وفي حالة الظن أو أكثر الوهم فإنها مرجح عند بعضهم قال المصنف رحمه الله ظاهر نصوص مذهب الإمام أحمد تدل على التفريق بين الشك وبين الظن الغالب القوي قال فمع الشك يبني على اليقين ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرر وعلى هذا مدار أجوبته وعلى الحالين حمل الحديثين والله أعلم وقال أبو حنيفة في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة وإن عرض له كثيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين حيث أشار رحمه الله إلى مذهب الآئمة في حال المصل في الشك فذكر أن مذهب مالك والشافع ورواية عند أحمد البناء على اليقين مطلقة مع التفصيل الذي أورده عن الإمام أحمد رحم الله الجميع ختم ببيان مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الشك قال يفرق بين الشك الذي يعرض في أول الصلاة فيستأنف الصلاة يعني يعيدها يقطع ويعيد الصلاة ليكون على يقين وإن كان عرض له الشك كثيرا فإن كان له ظن بنى عليه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين كالتفصيل المأثور عن الإمام أحمد رحم الله الجميع انتهى الفصل وثم تتنبيه المهم كل ما يذكره الفقهاء يا كرام في مسألة السهو في الصلاة يشار فيه إلى تنبيهين مهمين أحدهما لا يدخل في مسائل السهو وأحكامه مسائل الوسوسة في الصلاة فإنها لا تدخل في هذا الباب إطلاقا بمعنى أن من يعرف من نفسه كثرة الوساوس في الصلاة وكثرة الخواطر التي تشككه في أفعاله فهذا له حكم آخر مستقل لأن الوسوسة لها علاج هي داء وتحتاج إلى دواء فلا نعاملها معاملة الأحوال والأحكام والمسائل والسجود قبل أو بعد لأن الموسوسة لو استسلم لوسوسته واسترسل لخطراته فلا يكاد يصلي صلاة إلا ويسجد فيها لسهو وربما سجد وصلى وسجد لسهو ثم لا تطمئن نفسه فيعيد الصلاة وإذا أعاد تكرر الأمر معه بلا علاج فلا يدخل في هذه المسائل المذكورة هاهنا أحكام الوسوسة عفان الله وإياكم التنبيه الثاني يا كرام يفرق دائما في الشك سواء قلنا في الصلاة أو في غير الصلاة بين شك يعرض للمصل في صلاته وشك يعرض له بعد الفراغ من صلاته وكذلك الطواف والسعي وسائر العبادات يأتي بعض الناس فيسأل يقول لما أتممت الطواف والسعي وأتممت العمر ورجعت إلى السكن شككت عندي شوط ناقص في الطواف أو أكملت السعي أو ما أكملت يا أحبة لا يلتفت إلى الشك الوارد بعد الفراغ من العبادة فإن هذا غالبا من الشيطان ولا يتعلق للمسلم حكم به الشك الذي يقع لك وأنت في الطواف تعامل معه وأنت في السعي تعامل معه وأنت في الصلاة تعامل معه كيف؟ على القاعدة التي سمعت إن كان لك غلبة ظن فأعمل بما غلب على ظنك وإن بقيت على الشك ولم يترجح لك أحد الاحتمالين فابني على اليقين وهو كما قلنا الأقل في العدد وفي الأفعال العدم ما عدا ذلك فلا يلتفت وإلا سيتسلط الشيطان على أحدنا كلما فرغ من طواف ومن سعي ومن عمرى ومن حج ومن صلاة فيأتيه الشيطان فيقول لعلك ولعلك وحصل وربما كذا فيدفعه لأن يعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد العمرى ويعيد الصلاة فربما قال أحدنا في البداية لا بأس زيادة الخير والتثبت في العبادة وإبراء الذمة والأخذ بالأحواط هذا ليس صحيحا ولا يقول هذا الفقهاء بل يقول لا يلتفت إلى الشك الطاري بعد الفراغ من العبادة فإن كثر وتكرر هذا في كل صلاة في كل طواف فاعلم أنه مبادئ وسوسة يتسلط بها الشيطان وخير علاجها التجاهل وأفضل أدويتها عدم المبالاة بها ولا التفات إليها ولا اشتغال القلب الخاطر بها ولو راعاها الشخص ابتداء وقال احتياطا وإبراءا للذمة فإن هذا مدخل الشيطان ليثبت قواعد الوسوسة في داخله ثم عند ذن ينطلق إلى باقي أمور الحياة الطهارة الوضوء الحمام أكرمكم الله الاستنجاء الاستجماء ثم يتماد به فيشككه في علاقته بزوجته وأهله تطلقت أو بقيت في ذمته قلت لها قالت لك ويفسد عليه حياته كلها نسأل الله السلام نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله هذا فصل هذا فصل هو هو ليس من السنة هو ليس من السنة أو نقول مكروه الفقهاء على أقوال فمنهم من قال من مكروهات الصلاة تغمض العينين في الصلاة طيب تعال معي إلى الهدي النبوي ما الذي ثبت الذي ثبت عندنا ما تقدم في صفة الصلاة وفي جلسة التشهد تحديدا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع أصبعه الموحدة أو السبابة في التشهد يرمي ببصره لا يجاوز نظره أصبعه كما في صحيح مسلم هذا صحيح هذا هو الهدي النبوي تقدم أنه في التشهد يرمي ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز ببصره إشارة أصبعه عليه الصلاة والسلام طيب هل ثبت أنه كان يغمض عينه قال ما ثبت ولا نجد حديثا في ذلك دلال على أنه ثبت تغمض عينيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة نعم قال وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها القرام قطعة قماش تكون ستارة على الجدار أو على النافذة ويقال لها قرام يقال للستارة قرام إذا كانت خفيفة شفافة كان لعائشة رضي الله عنها قرام سترت به جانب بيتها يعني أحد الجدران أو الجوانم في بيتها وغالبا ما يكون مدخل الباب إلى الحجرة فيوضع الستر لألا يقع نظر الداخل إلى ما في الحجرة مباشرة فيكون نوعا من الستر قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ما معنى أميطي أزيلي أبعدي قرامك هذا فإنه لا تزاول تصاويره تعرض في صلاتي سؤال هذا على إيش يدل أنه كان يغمض أو كان يبصر كيف عرفت تقول كان ينظر إلى التصاوير طيب قال فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي أراد المصنف رحمه الله أن يقول إن الفقهاء لما قالوا ليس من السنة تغمض العينين استدلوا بمثل هذا الحديث في صحيح البخاري أنه قال لعائشة رضي الله عن أزيلي عن قرامك أو أميطي قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ولو كان يغمض عينيه لما كان يراها عليه الصلاة والسلام لكن هذا الاستدلال فيه مناقشة كما سيشير المصنف رحمه الله قال ولو كان يغمض عينيه لما عرضت له في صلاته وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر لأن الذي كان يعرض له في صلاته هل هو تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها هذا محتمل أنت الآن لو دخلت إلى دار فرأيت صورة في الجدار ثم دخلت إلى حجرة أخرى وكبرت وصليت وعرضت لك الصورة التي رأيت هل هذا لأنك في الصلاة تنظر إليها؟ الجواب لا إذن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فإنه لا تزال تصاويره أي تصاوير القرام تعرض في صلاته هل هي نفس الرؤية يعني هو في الصلاة وينظر إليها فعند ذن تكون الدلالة أن العين مفتوحة أو يقصد تذكر التصاوير بعد رؤيتها طيب ما الفرق؟ الفرق لو كان التذكر يحصل ولو كانت العينان مغمضتي فإنك تتذكر بل يزداد التذكر إذا أغمضت العينان طيب هذا محتمل هذا محتمل لما قال فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته هذا أمر والأمر الآخر يقال أكان ستار عائشة رضي الله عنها أو قرامها في قبلته عليه الصلاة والسلام أو ليس كذلك ليس في الحديث دلالة ولا يشير إليه غالبا فلو كان في قبلته لكان هذا آكد يريد المصنف أن يصل إلى استدلال أنه لم يثبت أنه كان يغمض عينيه صلى الله عليه وسلم نعم قال وأبين دلالة منه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة أبين دلالة على ماذا على أنه لم يكن يغمض عينيه صلى الله عليه وسلم واسمع الحديث قال صلى في خميصة لها أعلام يعني مخططة والخميصة ما يلبس أيضا كالقميص ونحوية تلبس على النصف الأعلى من الجسد فنظر إلى أعلامها نظرة لو كان يغمض عينيه أيرى ما في القميص الجواب لا نعم فلما انصرف فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنب جانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي يعني هذا الحديث يدل على أنه كان يصلي فاتح العينين صلى الله عليه وسلم لأنه ما استحب أن ينظر إلى الأعلام المخططة في قميصه أو في خميصته عليه الصلاة والسلام فلما انزعج وما أعجبه ذلك كريها فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم من أصحابه رضي الله عنه وأتوني بأنب جانية أبي جهم لأنها كانت يعني كما نقول اليوم سادة ليس فيها شيء من التصاوير أو التخطيط قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي قال وفي الاستدلال به أيضا ما فيه قال وفي الاستدلال به أيضا ما فيه إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليها فشغلته بتلك الالتفاتة يعني لا يدل أيضا على أنه كان يشغل بصره عليه الصلاة والسلام بل هي التفاتة وقعت فيه عيناه الشريفتان على ما في خميصته فتضايق لذلك عليه الصلاة والسلام قال ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل الفارس إليه طليعة لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش تقدم الحديث هاهنا في بداية الفصل الجامع وأنه عليه الصلاة والسلام مع استحضار قلبه وخشوعه في الصلاة وجمع كليته في إقباله على ربه كان يظهر منه بعض الأعمال التي لا تنافي هذا الأصل العظيم في حضور قلبه وخشوع جوارحه صلى الله عليه وسلم وذكر من الأمثلة هناك رساله عليه الصلاة والسلام فارسا طليعة يستطلع وكان في الصلاة ينظر إلى الشعب الذي يأتي منه الفارس ويرتقب قدومه عليه الصلاة والسلام هذا لم يكن شغالا بل هو شغل القلب بأمر مهم وهو في الصلاة ويجمع في ذلك بين أمرين عظيمين حضور القلب التام في الصلاة مع قدرته على أن يجمع مع ذلك همّا يعيشه لأجل الدين صلوات الله وسلامه عليه أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف يدل على ذلك على ماذا أنه كان يصلي وهو مفتوح العينين صلى الله عليه وسلم قال وقد يدل يعني ليس هذا جزما لكنه محتمل نعم وقد يدل وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة وكذلك رؤية النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من بواية جابر رضي الله عنه في قصة كسوف الشمس والحديث طويل قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات فبدأ فكبر ثم ذكر رواية طويلة في صفة الصلاة العجيبة التي ما عهدها الصحابة ما عهدوا مثلها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الطول ولا في الكيفية في الصلاة ركوعين في ركعة وتوال بالطول في القيام والركوع ونحو ذلك إلى أن قال في الرواية صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس وفي رواية لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ثم قال ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه لقد جئ بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب بمحجنه قال وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا قال ثم جئ بالجنة كل ذلك والنبي عليه الصلاة السلام في صلاة الكسوف فأراه الله النار وبعض أحوال أهلها وأراه الله الجنة قال ثم جئ بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي إذن في صلاته تأخر ولم يدر الصحابة ما به عليه الصلاة والسلام فبين لهم أنه إنما تأخر لأنه رأى النار رأي عين فرجع مخافة أن يصيبه من لفحها لشدة ما عاين صلى الله عليه وسلم من حقيقة الأمر ثم قال ثم جئ بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي يعني رجع إلى مصلى قال ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه ثم بدى لي أن لا أفعل ما فبا من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه رأى وأراد أن يقطف عقودا من عنب ليريهم إياه بعد الصلاة فيقول له هذا من عنب الجنة لكنه تراجع عن ذلك قال ثم بدى لي أن لا أفعل صلوات الله وسلامه عليه طيب كل هذه المشاهد تدل على ماذا أنه كان يصلي فاتحا عينه طيب ليش ما جزم المصنف قال وقد يدل فجعله على الاحتمال لاحتمال أن تكون الرؤية مع تغمض العينين يعني قد يقول قائل ليس في الحديث دلالة صريحة بل ربما أقول أنا إن هذا آكد لو كان مغمضا عينيه فرأى تلك المشاهد صلى الله عليه وسلم رؤيا روح لا رؤيا بصر فتكون رؤية قلبية ويحصل هذا آكد مع تغمض العينين فلأجل هذا الاحتمال وإن كان مرجوحا لم يجزم وهذه طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم فيما كان محتملا من الأمور لا يبادرون بالجزم ويجعلون الأمر مع غلبة الظن فيه ورجحانه إن بقي فيه بقية احتمال تركوا له موضعا لأجل تقدير المسائل بإنصاف وهذا هو ميزان العلم بلغنا الله وإياكم من فضله أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه تقدم هذا أيضا فيما سبق في حديث أبي داود في السنن أنه قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هبطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أثاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى نصق بطنه بالجدار صلى الله عليه وسلم ومرت من ورائه طيب هذا على ماذا يدل على أنه كان يفتح عينيه وإلا ما رأى البهمة أو الشات أو ولد الشات يمر ولو كان مغمضا عنيه لما رأاها عليه الصلاة والسلام قال ورده الغلام والجارية وحجزه بين الجاريتين وكذلك أحاديث رده السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة فإنه إنما كان يشير إلى من يراه وكذلك حديث تعرض الشيطان له في صلاته فأخذه فخنقه وكان ذلك رؤية عين فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأحاديث قد مرت في مجالس مضت فيما أورده المصنف هناك رحمه الله تعالى نعم قال وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الإمام أحمد كراهت ماذا؟ تغميض العينين في الصلاة نعم قال فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو من فعل اليهود وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها إذن قولا للفقهاء فمنهم من يقول تغميض العينين تشبه باليهود فيكون مكروها ومنهم من قال بل هو من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة والمصنف سيختم رحمه الله بتفصيل يفرق فيه بين متى يكون تغميض العينين مقبولا ومتى لا يكون كذلك في الصلاة نعم قال والصواب أن يقال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل لأنه السنة وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنا لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة والله أعلم يعني نظر إلى الحكمة فإن كان فتح العينين مشوشا لقلبه لأن المكان فيه حركة وصخب ولا يصرف ذلك عن قلبه إلا بتغميض العينين لتحصيل الخشوع قال لا يكون مكروها بل ربما يقال باستحبابه وإن لم يكن له حاجة يصلي في مسجد ومكان هادي فتفتيح العينين أفضل لأنه الأقرب إلى السنة وبه تم الفصل بعون الله تعالى وفضله أكثر من صلاتكم ليلتكم وجمعتكم غدا على المصطفى الهادي البشيري صلى الله عليه وآله وسلم قليل إن مدحتك في مقال وإن طاع البيان لكم ولبى نبي الحق هاك الحب صفوا وقلبا قد رضي بالله ربا فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاءا من كل لداء يا رب العالمين اللهم وفقنا لرضاك واجعل عملنا في تقاك يا أكرم الأكرمين اللهم أحنا على السنة وأمتنا عليها واحفرنا في زمرة صاحبها صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر